يا مولانا واحنا عم بدأنا رحلة وقلنا ان احنا لان كلنا مرنا بهزة نفسية ممكن يبقى فيها جانب ايجابي ممكن يبقى فيها جانب سلبي لكن كلنا حصل في نفسيتنا حاجة اتعلمنا حاجات في نفسيتنا في نفسنا ما كناش نعرفها قبل كده بالاحداث اللي بتحصل الكتير في العالم ككل وده خلانا نختار ان مواضيع حلقاتنا ان شاء الله خلال الشهر الكريم هتكون عن انواع الابتلاءات المختلفة في القرآن الكريم ولما بنقول كده يخليني اسأل هل في فرق ما بين البلاء والابتلاء ولا هما الاتنين حاجة واحدة احنا عندنا قاعدة في اللغة العربية بتقول ان اذا بنيت الكلمة زادت بحروف بتجيب معنى جديد او معنى زيادة فيقولوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فلما اقول بلاء الحروف بتاعتها اقلم من ابتلاء الاتنين بيجمعهم معنى الاختبار ده فيه اختبار وده فيه اختبار لكن الابتلاء فيه معنى زيادة هو تمكن الضر يمكن اللحق بالانسان او تمكن البلاء منه واخدبال حضرتك فده المعنى الزائد يعني بين البلاء والابتلاء لكن الاتنين فيهم معنى الاختبار الاختبار هنا هل هو معناه انه اوقات ممكن يكون غضب من ربنا سبحانه وتعالى وممكن يكون اوقات حب او رفع درجات للعبد هل نقدر نقول ان كورونا ده هو ابتلاء هذا العصر النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف عجبا لامر المؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فيبقى البلاء لما يلحق بالانسان مش ضروري انه يكون غضب من الله قد يكون عقوبة قد يكون لرفع الدرجات يعني الانبياء الذين اختبروا واذ بثل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الاختبار ده هل كان عقوبة؟ لا ده كان رفع على الدرجة وبيان للمعدن سيدنا إبراهيم والعزم والنماذج الشريفة اللي هنشوفها مع بعض في رحلتنا ان شاء الله اثناء الشهر فده اللي بيان معدن الانسان فالابتلاء يلحق الانسان مش ضروري انه يكون غضب من الله انما قد يكون لأسباب وحكم عديد انما الانسان اللي يركز عليه في الموطن ده انه ايه الاسباب بقى لانا اعملها علشان ادفع بيها هذا البلاء عني وايه الحكمة من وراء هذا البلاء علشان اخرج بدرس مستفاد ما يبقاش بس ايه وحد يعني خد يعني تجربة قاسية وخرج منها كما دخل فيها اذا علينا ان نبحث عن الحكمة من وراء اللي احنا فيه دلوقت هل البحث ده بيكون كل واحد مع نفسه بيشوف بيتدبر امره بيحاسب نفسه بيشوف ولا بيكون بان اه احنا فعلا الفتن زادت في العالم كله والفسق زاد والفجور زاد وعشان كده احنا في الفيدة لان ده رأي ناس بتقوله هو الانسان عشان يهتدي الى الحكمة فيها اسباب عديد منها ان هو اليه تأمله الشخصي تأمله الخاص وكل عين لها نظرة كنت اسمع ليمن ايه اسد زيتنا اقوله الكلمة كل عين لها نظرة كل عين لها نظرة يعني حتى شوفي قدامنا احنا مثلا الشامعة اللطيفة دي انا ببص فيها الجانب اللي فيه نقوش واسلاميات وكذا الاخر وزخرفة واحد تاني ممكن يبص لها من مفهوم اخر واحد تريدت عايزة يولحها زي كده ولا تعايزة تتولى كل عين لها نظرة لكل عين النظرة وكل واحد له يعني ادراك وله تقدير وكذا الاخر وقراءة سير الصالحين وسير من مرة بهم ابتلاقي خرج للانسان عبر وعزات اقعد مع حضرتك في حضرتك تبصريني بمعنى معين اسمع حد فيبصرني بمعنى معين كل دي حاجات ممكن انسان يصل بها الى التأمل في حكمة الله من هذا نعم نعم فيه ناس في الدنيا ظلموا وناس في الدنيا تعدى وناس في الدنيا فيهم الفجور وفيهم الفحش بس فيه ناس برضو فيهم الصلاح وفيهم الخير وفيهم محبة الله وفيهم ارادة إيصال الخير الى العالمين البلاء لاحق بهؤلاء ولاحق بأولئك يعني البلاء ما كانش نازل بس بيقول أنا هخبط على أبواب الظلمة ده لاحق بالظلمة ولاحق بالأبرار مده هيا